السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كالعادة ككل أسبوع سنشترق لكل ما قدمه المحترفين المغاربة مع تقييم وتحليل أداء وما إلى ذلك والأمر تحديداً يتعلق بأشرف حكيمي وليش ديرا جواد الياميق ياسين بنوغ يوسف نصيري بن جامان بوشواري زائد ما يحدش مع المغربي حاكم زياش المهم كما متعودين كل شيء سيكون بالمختصر المفيد ولكن قبل ذلك لدينا خبر يهم المنتخب المغربي فكما عرفي الباريحة الكاف قام بيسحب تنطيم بطولة كاس أفريقيا 2025 من دولة غينيا من بعد كل شيء بدك يقول أن المغرب هو اللي غادي تقدم باش يصادف هالتظاهر القرية وهو المرشح الأول وما إلى ذلك وفعلاً هاتشي اللي كان فحسب مسؤول جامع رسمي قال أن المغرب يعتزم تقديم ترشيحه لإستضافة نهائية كاس أمم أفريقيا اللي غادي تكون إن شاء الله سنة 2025 وطبعاً هذا ما نتمنى كمغاربة وبكل تواضع حالياً المغرب هو اللي قادر باش ينظم كاس أفريقيا مع ضمان نجاح تظاهرة بنسبة 1000% وعلى جميع المسويات وتوقعي الشخصي كيقول أن المغرب هي اللي غادي تنظم الكان وفقط هي مسألة وقت ليس إلا وداباً تقلو مباشرةً مع تقييم أداء المحترفي المغاربة والبداية غادي تكون مع المتألق والي تشديرا اللي بقم السامر في توهوج ديالله مع ندي باري في القسم الثاني من الدور الإيطالي بحيث مرة أخرى سجل هدفي اللهم بارك وزيد في ذلك والجميل هو الطريقة كيباش كيسجل مثلاً هاد الهدف اللي كان تحديداً في دقيقة 43 من زمن شوط الأول شوفوا سبرينت اللي يدير في الأول أثناء الهجمة المضادة وهنا فاش لاحظ زاميلو أنه تأخر بسبب المراقبة اللي كانت عليه إذ طار باش يحبسه وفي نفس الوقت ما بقاش واقف مكانه بلا رجع للمساندة وساهم في بناء الهجمة من بعد أصعد لي الأمم والدي بلاسة داخل منطقة الجزاء باش يسايل العرضية من زاميلو في الفريق وفعلياً ذاك الشيلي كان ولكن طريقة كيباش ماركها بكل أمانة ماشي أي واحد غادي يقدر يسجلها فرغم أنه كان مضايق والمساحة بينه بالمدافع قريبة بزاف وفي نفس الوقت بعيد بمسافة كبيرة على المرمى وإحنا عارفين رأس صعب جداً تماركي بضربة رأسية وانت بعيد بزاف على المرمى الحارس إلا أن شديرة قدر يسجلها بطريقة رائعة جداً وكان دكي أيضاً في اختيار الزاوية أما الهدف الثاني فكان في الشوء الثاني في الدقيقة 55 بعد خطأ فادح جداً من مدافع الخصم اللي كان عليه من الأول يدقاج الكرة بدربة رأسية ولكن خليها توصل الأرض وبذلك أوتوماتيكي ندفع تامان كاش أمام المهاجم والي الشديرة اللي ينفرد بالحارس وبالمهاري قدر يسجل هدف بل أكثر من هذا والي الشديرة تعطى أصيص في دقيقة السوى عشرين وبذلك يساهم في فوز فريقي على نادي براشيا بستة أهداف لهدفين وطبع المغربي كان بدأ المباراة كأساسي وخرجوا المدارب في الدقيقة السين ومن وجهة نظر الشخصية اللي خليه المدارب يخرجوا مبكرين أولاً كانوا رابحين بأربعة أهداف للسفر ثانياً يلا رجع من الوديتين مع المنتخب بمعنى المدارب ما بغاشي فرصة إليه أكثر أما التقييم دياله فطبعاً تحصل على 8.7 كأحسن تقييم في المباراة أما عن حاكم زياش فبعدما توسمنا خيراً في إقالة توماس طوخيل وقلنا أن المغربي الكابوس دياله انتهى مع المدارب الألماني كانت تفاجأ بالمدارب الجديد غراهام بوتر هو الآخر نفس البلانكي تجاهل لنا حاكم زياش وهذا المرة تجاول دياله كان للمرة الثانية على التوالي منذ تولي تدريب النادي اللندوني بل أدها من ذلك اليوم ملعب ولا دقيقة واحدة وصدق هذا غراهام بوتر كثير من توماس قاس حراس وقلناه ميرانا وتكراراً من الأحسن لحاكم زياش في حيث قاملت شاسي ويشوف ليش نادي قدر الموهبة دياله المهم تمنى وخير في المستقبل ومن حاكم انتقله مباشرةً إلى مغاربة إشبيلية في اليوم المدارب الأوباتيكي كالعادة اعتمد على ياسين بونو كأساسي أما يصفن صارفة كان كأحتياطي وللأسف مرة أخرى شبك بونو في هذه المباراة تلقى أهداف والذي تفرج في الماتش أكيد سيكون لاحظة الخالي الذي كان في الدفاع النادي الأندلوسي بحيث ديما يجعلهم مساحة لأتليتيكو مادريد لكي يسددوا على مرمى ياسين بونو ورغم عتاب الحارس المغربي لللاعبين في أكثر من مناسبة إلا أن الأخطاء نفسه كالتعاود والذي في الآخر جاملنا الهدف الأول وشفنا كيف ياسين بونو كان غاضب على المدافعين وطبعاً ما عنده ميديل غالب الله أما أن يوسف نصيري فدخل في دقيقة سبعة وستين وجوه جوج فرص الأولى عن طريق دربة رأسية والتي تصدى له الحارس أوبلاك وصراحة نصيري لاضي طوند عنده ناضية بزيف غير هو خاص يخدم على رسو أكثر وأكثر أما الفرصة الثانية كانت في آخر دقيقة من المباراة بعدما كان فرد تقريباً مع الحارس ولكن تسديدة دياله للأسف ما كانت مركزة والتي تلخص الحالة التي يمر منها نصيري حالياً ونصيري فقط عنده مشكلة على المستوى الثاني بحل فقط تيقى أمام الشبكة كانت منه صادقين نرجع المستوى في أقرب وقت ممكن المهم الحارس ياسين بونو وخط لقى هدفين في هذه المباراة إلا أنه أعتقد إشبيله في أكثر من مناسبة وكان أيضاً من أحسن لعبين في فريقه والدليل رغم أن تقييم دياله اللي تحصل على سبعة كتاني أحسن لعب في ناديه بجانب إيسكو أما يوسف نصيري في ديك 23 دقيقة للعب أما أن جواد لياميق في مباراة اليوم ضده خطافي فما بداش الماشي كأساسي ولكن إصابة المدافع فرنانديز حتمت على المدرب تغييره بالمدافع المغربي جواد لياميق في دقيقة 33 ولكن المفاجئة لم تكن صارة بحيث لياميق هو الآخر حسب بعض الألم وأوتوماتيكي لمقدرش يكمل المباراة ومباشرة تم تغييره بالمدافع المغربي الآخر زوير فضال ولهذا الأخير لعب شوط ثاني بالكامل وخدات يقيم سبعة أما جواد لياميق في دقيقة 12 دقيقة للعب تحصل على تنقية سبعة وداب ندوزه مباشرة مع أشرف حكيمي اللي كالعادة لعب كأساسي مع باريسان جرمان ضد نادي نيس في المباراة اللي انتهت منذ لحظات قليلة جدا وللاحظو نفس البلانكي تعود في كل مباراة بحيث ديمة الجبهة اليوسرة اللي فيها نيمار دا سيلفا والظاهر خوان بيرنات هي اللي كتكون ضايرة فيها الكرة بزيف عكس الجبهة اليوم اللي كيكون فيها المغربي حكيمي زائد ما كيتوصلش بكورات بزيف وهذا كلام قلناه ميران أو تكرارا المهم في الموجمال حكيمي قدم مباراة لبأس بها وقع الكورات اللي كيتوصل بها كتكون تمرارات عادية جدا ماشي الباسات البرفوند اللي يمكن يدير انطلاق ويهدد بها مرمى الخصم المهم تقييم ديال أشرف حكيمي غدا نخليه ليكون في أول تعليق أما عن بنجاميل بوشواري فاليوم بدك أساسي معنا ديسان تيتين ولعب خمسة وخمسين دقيقة وقدم مستوى كيبقى على بأس به واخدت عقيم السفاصي لسبعة وبهذا كنكون وصلنا لخشام الفيديو وخير وكلامي مع قل ودل وكالعادة كان معكم إسلام في أمن الله ومع السلامة